3- النقدية بالبنك حيث يقوم البنك دورياً وفي نهاية كل فترة معينة يقوم بإرسال كشف حساب تفصيلي إلى المنشأة وهو عبارة عن صورة من حساب البنك مع المنشأة أو الشركة كشف الحساب هذا يوضح كافة الإيداعات والمسحوبات الخاصة بالمنشأة خلال الفترة المعدة عنها هذا الكشف وأيضاً يوضح الكشف رصيد حساب المنشأة في دفاتر البنك في نهاية الفترة وعند ورود كشف الحساب من البنك يقوم المحاسب بمطابقة الرصيد الوارد بكشف الحساب مع رصيد البنك بدفاتر المنشأة أو الشركة ومن المفترض أن يتساوى رصيد البنك في دفاتر المنشأة مع رصيد المنشأة كما يرد في كشف الحساب لكن المشكلة تحدث عندما يرد إلى المنشأة كشف حساب من البنك ويجد المحاسب أن رصيد هذا الكشف يختلف تماماً عن رصيد البنك الموجود في دفاتر المنشأة فعلى سبيل المثال إذا أظهر كشف الحساب الوارد من البنك رصيداً للمنشأة مقداره 20 ألف ريال بينما أظهر رصيد حساب البنك بدفاتر المنشأة رصيداً مقداره 21 ألف ريال في هذه الحالة يجب على المحاسب أن يبحث عن أسباب الخلاف وتسويته لكن لماذا يحدث الخلاف بين رصيد البنك في دفاتر المنشأة وبين رصيد المنشأة في دفاتر البنك كما يظهره كشف الحساب يحدث الخلاف للأسباب التالية نجد أن هناك عمليات تم إثباتها بدفاتر المنشأة ولم ترد أو لم تظهر بكشف الحساب نظراً لأن البنك لم يعلم بها إلا بعد إرساله كشف الحساب للمنشأة وبالتالي لم تثبت هذه العمليات لدى البنك ولم تظهر بكشف الحساب مثل مثلاً الإداعات النقدية التي تتم في نهاية فترة معينة وعندما يرد كشف الحساب من البنك يجد المحاسب أن هذه الإداعات لم تظهر بكشف الحساب وعند سؤال البنك يتضح أن البنك قام بإثبات هذه الإداعات في تاريخ يوم تالي لتاريخ انتهاء كشف الحساب المرسل أيضاً هناك شيكات مرسلة للإداع لم تظهر بكشف الإداع لم تظهر بكشف الحساب وأيضاً شيكات تم تحريرها سحبها على المنشأة واتضح بالسؤال أن هذه الشيكات المسحوبة على المنشأة لم يقدمها أصحابها للصرف حتى تاريخ أرود كشف الحساب هذا هو السبب الأول من الأسباب التي تؤدي إلى الخلاف أن هناك عمليات أثبتتها المنشأة لكن لم يثبتها البنك أي لم تظهر بكشف الحساب لأن البنك لم يعلم بها إلا بعد تاريخ كشف الحساب السبب الثاني من أسباب الخلاف أن هناك عمليات وردت بكشف الحساب المرسل من البنك أي أنها مثبتة لدى البنك لكنها غير مثبتة لدى المنشأة نظراً لأن المنشأة لم تعلم بها إلا بعد استلامها لكشف الحساب الوارد من البنك على سبيل المثال مثل الإداعات التي قام البنك بتحصيلها للمنشأة ولم تعلم بها المنشأة حتى تاريخ ورود كشف الحساب أيضاً المصروفات البنكية التي قام البنك بخصمها من حساب المنشأة ولم تعلم المنشأة بها إلا عند استلامها لكشف الحساب وكذلك أيضاً الشيكات المرفوضة أيضاً قد ترجع أسباب الخلاف إلى الأخطاء التي تحدث سواء في دفاتر المنشأة أو في دفاتر البنك والسؤال هنا ماذا يفعل المحاسب بعد أن يقف على أسباب الخلاف والإجابة تتمثل في أن المحاسب بيقوم بإعداد ما يسمى بمذكرة التسوية وذلك للتأكد من تطابق أو تساوي الأرصداء ومذكرة التسوية هي بمثابت ورقة يتم إعدادها خارج الدفاتر وتستخدم بعد إعدادها في إجراء قيود اليومية اللازمة لتعديل رصيد البنك في دفاتر المنشأة وذلك بالعمليات التي قام البنك بإثباتها أي وردت في كشف الحساب ولم تقم المنشأة بإثباتها أي لم تثبتها وبالتالي تقوم بإثباتها من واقع ما ورد بكشف الحساب ويتم إعداد مذكرة التسوية عن طريق تعديل رصيد كشف الحساب الوارد من البنك بالعمليات التي أثبتت بدفاتر المنشأة ولم تثبت لدى البنك لأن البنك لم يعلم بها إلا بعد ورود كشف الحساب وأيضا يتم تعديل رصيد حساب البنك في دفاتر المنشأة وذلك بالعمليات التي وردت بكشف الحساب أي بالعمليات المثبتة لدى البنك لكنها لم تثبت لدى المنشأة لأن الشركة كما ذكرنا أو المنشأة لم تعلم بتلك العمليات إلا بعد ورود كشف الحساب أما بالنسبة للأخطاء فيتم تصحيحها لدى الطرف الذي أخطأ في الإثبات لاحظ بعد هذا التعديل سواء كانت تعديل لرصيد كشف الحساب الوارد من البنك أو لتعديل رصيد حساب البنك بدفاتر المنشأة يجب بعد ذلك أن يتطابق رصيد كشف الحساب مع رصيد حساب البنك بدفاتر المنشأة ومن هنا يقوم المحاسب بإعداد مذكرة التسوية على مرحلتين المرحلة الأولى بتعديل رصيد كشف الحساب الوارد من البنك حيث يضاف إلى هذا الرصيد الإيداعات النقدية التي تمت في نهاية فترة مالية معينة لكنها لم تظهر بكشف الحساب وكما قلنا عند التوضيح من البنك تبين أن البنك أثبت هذه الإيداعات في تاريخ يوم تالي لتاريخ إرسال كشف الحساب فيتم إضافة أو تعديل رصيد كشف الحساب الوارد من البنك يتم تعديله بتلك العمليات المثبتة لدى المنشأة لكنها لم تظهر بكشف الحساب الوارد من البنك تضاف إلى رصيد كشف الحساب أيضا يضاف إلى رصيد كشف الحساب الشيكات المرسلة للبنك للإيداع لكنها لم تظهر بكشف الحساب حتى تاريخ إرسال كشف الحساب أيضا يتم تعديل رصيد كشف الحساب بها عن طريق إضافة ويخصم أيضا من رصيد كشف الحساب الوارد من البنك يخصم الشيكات التي حررت لمستفيدين أي تم سحبها على المنشأة لكن أصحابها لم يقوموا بتقديمها للصرف حتى تاريخ ورود كشف الحساب ثم تأتي المرحلة الثانية والتي يتم فيها تعديل رصيد البنك بدفاتر المنشأة حيث يتم تعديله بالعمليات المثبتة في دفاتر البنك والتي وردت بكشف الحساب لكن المنشأة لم تعلم عنها شيء حتى ورود كشف الحساب وتتمثل هذه العمليات في الإيداعات أو المتحصلات التي حصلها البنك للمنشأة كما يخصم منه المصاريف البنكية التي خصمها البنك من حساب المنشأة طرفه أيضا الشيكات التي رفض العملاء سدادها ويتم إجراء قيود التسوية بالمرحلة الثانية أي بالعمليات التي ظهرت بكشف الحساب ولم تثبتها المنشأة يتم إثباتها بقيود تسوية في دفاتر المنشأة قيود التسوية وقيود التسوية كما ذكرنا يتم إجراءها لإثبات العمليات التي لم تثبت لدى المنشأة وذلك على النحو التالي يجعل حساب البنك مدينا بأي إضافات أي بجميع المبالغ التي قام البنك بتحصيلها وإيداعها في حساب المنشأة طرفه كما يجعل البنك دائما بكافة الخصومات مثل المصرفات أو الشيكات المرفوضة التي قام البنك بخصمها من حساب المنشأة طرفه وسوف يتم توضيح ذلك من خلال الأمثل